وينقل القمي نسختين لزيارة عشورة يقول أن إحداهما مشهورة والأخرى غير مشهورة لكنه لا يقيمهما من ناحية الصحة والضعف أو يناقش في سندهما أو في متنهما ومدى تطابقه مع القرآن الكريم هذا لا يجب أن نفعله إذا أباس القمي لا يجب أن نفعله كل إنسان قبل أن يقرأ الزيارة يفكر بها هذه الزيارة معقولة ومقبولة تنسجم مع الثقافة الإسلامية مع الروح السنة النبوية أو لا والثابت من السنة النبوية أو أحاديث أهل البيت الصحيحة على الأقل أيضا ما أحد من يقارن وشخ عباس القمي ما قارن وبالرغم من تضمن الزيارة المشهورة الأولى لموضوع اللعن فإنه يتلقاها بالقبول وينقلها بكل ما فيها من غث وغلو وعنف مع أن الزيارة الأخرى تخلو من ذلك هذه الزيارة الصحيحة وهذه الزيارة المشهورة هي الزيارة الملعونة مما يتضمن اللعن وهي ملعونة هذه الزيارة مما يرجح إضافة اللعن من قبل الرواة على الرواية الأولى المشهورة يعني النص الأصلي ما فيها أي شيء منها القبيل اللي وارد عن الإمام الباكر أو الإمام الصادق بس الإضافات اللي حطوها الناس الآخرين وإجوا ذول المشايخ مثل الشيخ عباس القمي وغيره الأخباريين ينقلون الحشو ويبيعون للناس يسوقون للناس على أساس هذا تراث أهل البيت وقد ورد في هذه الزيارة زيارة عشورة المشهورة المشهورة أو الموضوعة أو الملعونة سموها ما لم يرد في أي زيارة أخرى من اللعن على الصحابة الكرام كما يلي اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة هذا الناس شوفوا شلون ولكي يرسخ المبتدعون أفكارهم الشيطانية ويعمقوا الجراح بين الأمة الإسلامية ينقلون عن الإمام الباكر أنه قال إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة في دارك ففعل يومي يومي حتى يرسخوا هذه الثقافة التفريقية التي تفرق بين المسلمين فلك ثواب جميع ذلك مو اللي تجي الكربل لأت من بيتك زور ويروي القمي عن صفوان بن مهران عن الصادق أنه قال تعاهد هذه الزيارة وادعو بهذا الدعاء وزر به فإني ضامن على الله لكل من زار بهذه الزيارة ودعاه بهذا الدعاء من قرب أو بعد أن زيارته مقبولة يعني إمام الصادق هو راوي أحاديث عن النبي مو أكثر من ذلك آلم بر هو شمن جاء لي وحي وكيف يضمن على الله الجنة هوية ما عنده شي قدرة حتى نيم محمد ما يضمن للناس الجنة وما يضمنها حتى النفسه وسعيه مشكور وسلامه واصل غير محجوب وحاجته مقضية من الله تعالى أحيشوف هذه النقطة اللي نقطة الضعف اللي يضربون عليها دائما أنه شعندك حاجة زور بهذه الزيارة فالله يقضي حاجتك بسطورة هذه بالغة ما بلغت هذه الحاجة ما تريد زين ليش الناس اللي هالشي حالي يروحون يزورون ويقرون هالزيارات مثلا أشو حواجة مو مقضية ما يشرب ما عندهم الكهرباء ما عندهم طرقات ما عندهم صحة ما عندهم تعليم ما عندهم إيوين شون الحاجات اللي هي هالزيارات قضيها ما يفكرون الناس شو يفكروا على الأقل ولا يخيبه الله ما يخيبك بس اتقر الزيارة هذه فالله ما يخيب طلبك يا صفوان وجدت هذه الزيارة مضمونة ما عن نفسه يتكلم لا عن أبي عن أبائي عن رسول الله يتكلم يجيب لك رواية ما يركبها تركيب روايات ما أسهل الكذب على العلم وعلى رسول الله يقول وجدتها مضمونة عن أبي وأبي عن أبي علي بن حسين مضمونا بهذا الضمان عن الحسين والحسين عن أخيه الحسن مضمونا بهذا الضمان والحسن عن أبيه أمير المؤمنين مضمونا بهذا الضمان عن رسول الله مضمونا بهذا الضمان حتى ليتقولون دينزل وحي على الإمام الصادق لا دير ورواهي واحد واحد عن أبائي وإجدادي ورسول الله عن جبرايل مضمونا بهذا الضمان الجبرايل ما عنده شغل حتى ينزلك زيارة حتى تلعن بها صحابة رسول الله وجبرايل عن الله مضمونا بهذا الضمان وقد قال الله على نفسه أن من زار الحسين بهذه الزيارة من قرب أو بعد ودعا بهذا الدعاء قبلت منه زيارته أو قبلت منه زيارته وشفعته في مسألته بالغة ما بلغت وأعطيته سؤله ثم لا ينقلب عني خائبا وأقلبه مسورا قريرا عينه بقضاء حاجته والفوز بالجنة والأتق من النار وشفعته في كل من شفع خلا ناصب لنا أهل البيت قال الله تعالى بذلك على نفسه وأشهدنا بما شهدت ملائكته ملكوته ثم قال جبرايل يا رسول الله أرسلني الله إليك سرورا وبشرى لك ولعلي وفاطمة والحسن والحسين ولأئمة من ولدك وشيعتكم إلى يوم البعث لازلت مسرورا ولازال علي وفاطمة والحسن والحسين وشيعتكم مسرورين إلى يوم البعث أحد يسمع الرواية وما يروح يزور زيارة عاشراء ويلعن من يلعن شوف شلون فخ منصوب للمسلمين ولا الشيعة باسم أهل البيت وباسم النبي وباسم الله وباسم جبرايل وكل كذب فيه كذب كلها أساطير فيه أساطير وليس يشجع ولا يبحثون من أين جتر هالكلام من أين يجي من نجابة من روا يا غالي يا من دس في صفوف المسلمين لا يبحثون والعلماء ساكتين جماعتنا يعني يمكن هم يستفيدون من الشغلة هذه يشوفون لا يبحثون أصلا في الحوزة الحوزة الأمية لا يبحثون من الحوزة العلمية الحوزة العلمية يمكن تبحث بس في حوزات أمية ما يبحثون هالكضايا ولا يتقربون من عدها يقول لك ما يقومون بمسؤوليتهم في الإرشاد والتوجيه ويقول لك احنا مراجع احنا علماء احنا أساتذة في الحوزة بعدين شيخ عباس القومي ينقل عن كتاب النجم الثاقب للشيخ النوري أستاذة الشيخ النوري الطبرسي دون أن يذكر اسم الراوي أو تاريخه يقول فيها أن الحاج السيد أحمد الرشدي تشرف بالحضور عندي إمام العصر يعني إمام المهدي أرواحنا فداه في سفر الحج وقول له لماذا لا تقرأ زيارة عاشوراء 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 يعني المعام المهدي يركز عليه هو المعام المهدي وموجود ولا مولود بسطورة من الأساطير التي أضرت بالشيعة ونومتهم ألف عام هذا يقول لي واحد فإن واحد شاف الإمام المهدي ومنه هذا واحد ما يذكر اسمه فإن كتاب ذاكر أنه والله فإن واحد كان يروح الحاج وشاف الإمام المهدي بالطريق وقال له عاشوراء 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 يعني زيارة عاشوراء رحوا زيارة عاشوراء هكذا يشجعون الناس على الباطل وعلى الخرافة والأساطير والبدع وعلى تفريق المسلمين فالإمام الحسين نعود للكلمة الأولى الإمام الحسين قال إنما خرجته لطلب الإصلاح في أمة جدي كل واحد يحب الإمام الحسين ويروح يزور الإمام الحسين يخلي يخلي بدهن هذا الحديث أن يصلح أمور المسلمين وشنو أكو أكبر مشكلة الآن بين المسلمين غير مشكلة طائفية مشكلة الأداء واللعن والسبم وهذا ينأكس على الشيعة عندما يضمون إلى العنون ويقرونها الزيارة ويسبون إلى العنون فالآخرين يكرهوهم ويعادوهم ويحاربوهم وما يصادقوهم ما يتعونوا معهم يصير انفصال يعني الشيعة يحفرون خندقا حول أنفسهم فيضروا أنفسهم قبل أن يضروا بالآخرين وهو يقول لك شنو إذا أتقرب إلى الله تعالى فهذا فخ في الحقيقة هذه الزيارة الملعونة هي ضد الشيعة وضد الحسين وضد أئمة أهل البيت وعلى العلماء العلماء الحوزة الألمية أن يقوموا ب نقد هذه الروايات وزيارات وتصفية هذا الكتاب المليء من الخرافات والأساطير الكتاب من فاتيح الجنان المتداول الآن بين بعض الناس طبعا ربما كثير من العلماء والمؤمنين والواعين يرفضون هذه الزيارة ولكن يسوقوها بالخرافات والأساطير مثل ما حدثتكم عن هذا الشيخ حسين الكوراني الذي يقول أن أوقفت الوباء في سامراء أول شيء للشيعة وبعدين سلنا لتحكوا فيهم خرافتهم من الخرافات وأسطورتهم من الأساطير لكي يروج مع الأسف الشديد وأنا أدعوه إلى أن يعيد النظر عنين جبت هالرواية أنت منين جبت يا شيخ حسين الكوراني منين جبت هالرواية القصة موين كيف يعني الله سبحانه وتعالى يوقف طب أدنا مشاكل كثيرة لش متحلها أنت بهال بهالزيارة هذه وبهالأحاديث مالتك طبعا أنا ذكرت هذا وقيمت ودرست كثيرا من الزيارات وكتاب مفاتيح الجنان في كتابي هذا السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ لأنه الذي يقف أمام الوحدة الإسلامية هي هالروايات المتسوسة في التراث الشيعي والتراث الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر